القت الشرطة الأمريكية القبض على رجل بعد مطاردة طويلة لسرقته سيارتي شرطة وقد بدأت المطاردة عند وصول أفراد الشرطة لإحدى فناطق فلوريدا بعد بلغ عن اضطراب هناك ليفاجأ أفراد الشرطة بقيام خفير خافرن بعمر 33 عاما بالقفز في إحدى سيارات الشرطة والهروب بها وبعد مطاردة ناجحة أدت لاستدام السيارة المسروقة في جانب الطريق قام خفيرن بالقفز في سيارة شرطة أخرى من اقتراز فورد إكسبلور في موقف بالغ الغرابة واستمر بالهروب قبل تمكن الشرطة أو عناصر الشرطة من إيقافه مجددا ويواجه خفيرن تهم جنائية متعددة تشمل سرقة السيارات والاقتحام المسلح والقيادة بدون رخصة وغيرها ترجمة نانسي قنقر